أنا الأوان لأن تتم الموافقة وخلصونا من الحرج لأنه إذا ما صار قانون العفو العام وما مش قانون العفو العام لربما ستكون عندنا قرارات لربما قرارات وحيحة شمي القرارات برأيك؟ يعني إحنا اليوم قانون العفو العام نهاية 2016 ما أقولها قرارات وقدستوها 2016 خلافات سياسية هذا كان 2016 اسمعيني نعم يوجبوني مين شباب 2016 أنا كنت نائب بالدورة السابقة وأنا كنت أحد الناس اللي حجها بقانون العفو العام ذاك الوقت وساهمنا لكن نديش الظروف غير هاي الظروف قبل إذا نجيب طار العفو العام تنهج مبيوتنا يعني حقيقة كان هناك داعش لرهابي البلد في خطر الأمور كارثة هذا الواقع الآن الظروف اختلفت الآن أكو استقرار أكو استقرار سياسي أكو استقرار أمني المعفة عند المقدرة هذولا ولدنا يعني مثل المتعاطي التاجر أحاكمه مثل المتعاطي التاجر يستفيد ويريد يهجم بيئة العراق زيان المتعاطي شون يذنبه إما هذا ضحية حقيقة لذلك إحنا راح نأسس لهذا القانون نأسس بما يرضى الله ويرضى ضمائرنا ويرضى هؤلاء الناس الأبرياء اللي يطالبون بحقوقها لهم نعم يفترض أن يستجون لأن الإنسان يلينسجن وينحكم يبقى إنسانيته يظل شاي الإنسانيته إنسانيته ما تروح أكو حقوق إنسان عالمية وأكو حقوق إنسان وضعية وإحنا أهل الحقوق الإنسانية حقيقة لذلك لا يجوز التعذيب ولا يجوز الجوع ولا يجوز المساومات يساومون أهل هم يساومون وأيضا النساء المعتقلات والناس الأحداث والناس العسكر وأيضا اللي يقاوموا والاحتلال أيضا لازم بإذن الله تعالى أيضا ندافع عنهم هذا إحنا اللي يقبل بنا أهلا وسهلا نحن شركاء اللي ما يقبل بنا هذا صوتنا هذا الصوت ويرتفع بعد أكبر الصوت ارتفع بالخيرين الشيخ عبد الكريم يعني أنا سؤالي اليوم كالحكومات وجنابك أيضا من 2016 كنت نائب بس خلاص مع جنابك كنت ما سمعت ما سمعت نعم يعني ذكرت إحنا مع الشرفاء ودائما نضع طالب العفو عند المقدرة آلاف مؤلفة اليوم يعني أولاد شباب عمرهم 13-15 سنة ومحكمين 70 سنة والأهالي والنسوان يعني داير ما دايرك داين خوك إذا اليوم إحنا صار تقدم وإحراز بهذا الملف راح تكون لحكومة السوداني وصمة للتاريخ برأيك خلال شهر محرم إن شاء الله أكو عفو ما أقول لكم مشراح أنا شوفي 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 أنا تأمل خير بالسيد السوداني نعم أولا زميننا دورتين انتخابية صحيح إحنا يعني نحشي ونحشي بالغميج زيان ونعرفه يعني من يمطي كلمة يوقفي وشركائنا السياسيين أيضا إحنا اتفاقنا وياهم السوداني ما كان صار رئيسي وزراء لهم والاتفاق على ذن اتفاق صحيح لعشون إحنا صوتنا ليش إحنا شنو نائب ونائبين إحنا إحنا طبعنا سنة كلها طبت على اتفاقيات هذني اللي اللي خمس اتفاقياته السوداني وطبعنا صوتنا له بالأولية ممكننا احتاجنا عشرين نائب وما قدرنا نشكل حكومة إحنا ناس اللي خلينا هاي الحكومة نشكل مالاتنا ما يصيرين ما نقبل يعني حقيقة وبعدها إحنا ما مخالفين الدستور ولا مخالفين القانون ولا مطلعين الارهابية القتلة ماكو إحنا لنطلع القتل الحقيقيين اللي صاروا بلا إكراهوا بلا تعذيب أول ما يذبحون نحن نحن نذهل نروح على أبرياء كثير من الناس إن حكمت هم أبرياء تحت لافتة المخبر السري والوشاية واحد يبيع مي واحد عنده قلابة واحد عداوة ويبنى عمه شي نهاي هذا الموضوع هذا الموضوع خطر وأيضا المغيبين هذا ولد ليم المحامدة خطيئة للبعكاش وتشكيلتهم بيوم ماحد سبعمية وخمسة واربعين واحد يختفون سبعمية وخمسة واربعين عائلة انفجعت من زوج إلى طفل إلى أبن إلى بنت ندورهم إذا ما لناهم خذرتهم حقوق ليش نسوانهم تديح ليش عوائلهم تنتهي بيها قضايا ميرات بيها قضايا أمور أخرى أحنا ده نحشي إحنا رجال دولة ده نحشي نبني بلد مو قضية طائفية وقضية مذهبية وتخريب الملعب إحنا ما رجل نخرب الحكومة ولكن طالب الحكومة باعتباران يصوت هذا الناس طالب الحكومة بأن تحل مشاكل لنا هذا هذا هو هذا الدستور أنا شنو واجبي واجبي أن أوصل أنا واجبي أحط لي محولة مالكهرباء هاي مو شغلتي لكن واجبي أن أوصل صوت هاي الناس المظلومة أوصل صوت العالم اللي يقع ببرطة أقف له مو هذا إحنا هذا ديدنا وهذا شعارنا وهذا مطالبنا اللي ما رح نسكت عنها ولا ما رح نقبل فأن نحن نعول على الشركاء ونعول على السيد السوداني أن يصير التزام بما تم الاتفاق عليه حتى على الأقل نبقى شراكة وإلا السؤال الذي يطرح نفسه نحن يسمونه إدارة الدولة زيان هم ويانا المبقعين أنا دائما مشيت لشغلاتي عش أضل وياك سؤال وين أروح وراها أعرف وين أروح داخل البرلمان أروح معارضة أروح أمور أخرى أخلي وزراء يطلعون هذا هذا لازم يعرفوها يعني لذلك أكو يعني تبريرات وما رد العفو العام يروح من المحتوى فقط قانون عفو عام وما حد يطلع لا أريد قانون عفو عام حقيقي قولا وفعلا بأن الناس للأبرياء ينصفهم القضاء وننصفهم أيضا إحنا ويتحولون ونعوضهم ماديين ومعنوين ترجمة نانسي قنقر